بسم الله الرحمن الرحيم نستمر معكم في شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ونبقى مع الوحدة الأولى مقدمة عامة في تقييم وتشخيص صعوبات التعلم مع الدرس الرابع بعنوان قياس وتشخيص القدرة السمعية وهو مجال من مجالات التقييم الأساسية وثانيا قياس وتشخيص القدرة السمعية طبعا تعتبر وظيفة السمع التي تقوم بها الأذن من الوظافة الرئيسية والمهمة للكائن الحي وعندما تتعطل هذه الوظيفة فإن الفرد سيشعر بقيمتها العظيمة طبعا لدينا حوالي 99% من الأفراد يتمتعون بالقدرة على السمع بشكل عادي ولكن نسبة منهم تتراوح ما بين نص إلى 1% تقريبا لا يحظون بالقدرة على السمع لأسباب عديدة لو تناولنا الأعراض التي ممكن أن أستدل من خلالها أنا كمعلم في غرفة الصف على صعوبة في القدرة السمعية لدى أحد طلابي هناك عدد كبير من هذه الأعراض نذكر بعض منها مثلا صعوبة فهم التعليمات وطلب إعادتها عندما تنادي على الطفل تعطيه تعليم أو واجب يقول لك ممكن تعيد اللي تكلمت فيه أنا مش سامع مرة أخرى وأيضا من هذه الأعراض أخطاء النطق أن الطفل عنده أخطاء وتشويه في بعض الحروف أيضا إدارة الرأس اتجاه الحديث فمثلا تتحدث معه فهو يدير رأسه إلى الاتجاه الأيمن حتى يسمعك وهذا يدل على أن لديه مشكلة ممكن في السمع أو التهاب أو شيء معين أيضا من هذه الأعراض الميل للحديث بصوت مرتفع ومن هذه الأعراض ممكن أن يكون ظهور إفرازات صديدية من الأذن الآن لو أتينا للموضوع قياس وتشخيص القدرة السمعية نستطيع أن نقيس القدرة السمعية وفق عدد من الطرق أو الأساليب وتقسم هذه الطرق إلى مجموعتين المجموعة الأولى ألا وهي الطرق التقليدية والطرق التقليدية طبعا تتمثل في قياس القدرة السمعية ومنها طريقة منادات الطفل باسمه وطريقة دقات الساعة أما المجموعة الثانية فهي الطرق الحديثة وتمثل الطرق العلمية الحديثة في قياس وتشخيص القدرة السمعية وغالبا ما يقوم بإجراء تلك الطرق اختصاصي في قياس وتشخيص القدرة السمعية وفي هذه الطريقة طبعا يحدد الاقتصاصي درجة أو عتبة القدرة السمعية بوحدات تسمى هيرتس والتي تمثل عدد الذبذبات الصوتية في كل وحدة زمنية وبوحدات أخرى تعبر عن شدة الصوت بالديسبل حيث يقوم الاختصاصي هنا بقياس القدرة السمعية للفرد بوضع سماعات الأذن على أذني المفحوص يعني كل الأذن على حدة ويقوم بعرض أصوات على هذا المفحوص ذبذبات التراوح ما بين 8000 هيرتس إلى 125 وشدة التراوح ما بين الصفر إلى 110 ديسبل طبعا على ضوء ذلك يقرر الفاحص مدى سماع المفحوص للأصوات ذات الدبذبات والشدة المتدرجة هناك درجات للقدرة السمعية فالسماع العادي يكون من صفر إلى 20 ديسبل والإعاقة السمعية البسيطة تكون بين 20 إلى 40 ديسبل والإعاقات السمعية المتوسطة تكون بين 40 إلى 70 ديسبل والإعاقات السمعية الشديدة تكون بين 70 إلى 90 ديسبل والإعاقات السمعية الشديدة جدا تكون أكثر من 90 ديسبل موسيقى